تراسة جديدة ويمكن معلومة جديدة اليوم رح تقدمي لنا إياها ران تحكي عن أهمية البوتاسيوم وكيف ممكن يساعدنا بإننا نخلص ويعني نخفف من الملح في أكلاتنا ويعني استخدامنا بشكل عام لإله أوكي تعرفي ليلك اليوم رح نحكي عن البوتاسيوم بشكل أخص لأنه العديد العديد من الأشخاص ممكن اتعاني من أعراض معينة بالجسم ومن ضمنها تشنجات العضلات بالأخص وما يكونوا عارفين شو السبب الحقيقي وراء هاي التشنجات فاليوم رح نحكي بشكل عام عن أهمية البوتاسيوم ومش بس أنه نحن ناخده من مصادر طبيعية ولكن في بعض الحالات الأشخاص بتحتاج إلى كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتعوض النقص اللي بيصير عندهم أول شي بنا نحكي فيه دور البوتاسيوم بالجسم البوتاسيوم بيلعب دور أساسي أولا باسترخاء العضلات وبفوت عمله بضخ الدم وإنتاج الطاقة من قبل الخلايا بفضل ما يسمى السوديوم بوتاسيوم بومبس في شي عنا بيصير بالخلية بيكون عنا against concentration gradient أو ضد مستوى التركيز عندي بالخلية بحيث الجسم بيصير يستخدم السوديوم والبوتاسيوم لحتى ينتج الطاقة بخلايا الجسم وبيمولد الطاقة بالجسم أو بالخلية اللي يسمى الميتوكوندرية فأهمية البوتاسيوم مش بس على فكرة أنه أنا أخذ معادن صحيحة طبعا البوتاسيوم بيعطيني معادن أكيد البوتاسيوم بساعد بشكل كتير كبير على استرخاء العضلات وبفوت عمله بالقلب وصحة القلب وصحة العظام بشكل عام عشان هيك معظم المكملات الغذائية اللي بتكون متعلقة بالعظام بتحتوي على البوتاس كمان ولكن كمان بيلعب دور أساسي في إنتاج الطاقة والتخلص من التشنجات اللي ممكن تحصل عند العديد من الأشخاص نعم إذن كمان كاملي كاملي رون بشكل عام بنشوف العديد من النساء بياخدوا أدوية بتساعد على التخلص من مشاكل الهشاشة بالعظام وعادة بتحتوي هاي الأدوية على كميات كتير كبيرة من الكالسيوم بعد ما نحن ناخد هاي الأدوية على فترة إن كان شهر شهرين بنصير نحس إنه خلال ساعات النوم بصير في عندي تشنجات بالعضلات من تحت فبتصير السيدة تصحى بتقول أوبس عندي تشنج كتير قوي بالعضلة وبياخد مرات دقيقة دقيقتين لحتى تسترخي العضلة مرة تانية ونتخلص من هاي التشنجات وبعدين بتطور الحالة بيصير في عندي انتفاض بالعضلات غير منظم وغير مبرمج للجسم وهذا الشيء ممكن يصحي الإنسان من النوم هلا إحنا خصصنا النساء بالموضوع أكثر من الرجال لأنهم عادة ما إنهم معرضين بشكل أكبر لمشاكل هشاشة العظام وبالتالي بياخدوا مكملات الكالسيوم والفويتاميندال على شكل يومي يمكن رينت كمان بدي أقطعك هنا بهاي الدراسة تحديدا حكوا بأنه النساء بيستفيدوا أكثر من البوتاسيوم بما يتعلق بالملح أكثر من الرجال بينها هاي الدراسة صح صح وهلأ رح نحكي كيف فبشكل عام وبشكل مبسط جميع الأشخاص ليلاك اللي عم بياخدوا كالسيوم على شكل مكملات غذائية الجسم بيصير فيه عنده تباري بامتصاص الكالسيوم مقارنة مع الماقنيزيوم فبصير الجسم يمتص الكالسيوم أكثر من الماقنيزيوم وبنعرف أنه الكالسيوم بيساعد في انقباض العضلات وكمان بيساعد طبعا بعملية الحفاظ على محتوى الكلس بالعظام ولكن هو بزيد من انقباض العضلات فبالتالي بنشعر بي عندي انقباض بعضلات الساقين من تحت بالأخص وممكن أنه هاي المشكلة تزداد وممكن عن جدة تصير تعمل إعاقة وشلل كامل في حركة الأشخاص كثير شفت أشخاص كان عندهم مشاكل بالنفضة الإجر أو اللي بيكون عندي تشنجات بالعضلات بالجسم كانوا نروح نعمل تخطيط للعقل وتخطيط للجسم وبالنهاية ننصدم انه فقط المشكلة هي نقص من الماغنيزيوم كان عندي أحد المراجعين هو كان رجل عمه كبير بالعمر كان وكان فاقد الحركة تماما بسبب عنده تشنجات بالعضلات وابتدخيلي انه كمان كان نقص ماغنيزيوم فعشان هيك ما نستهين بدور الماغنيزيوم إذا كنا من الأشخاص اللي عم ناخد الكالسيوم الفويتامين دال على شكل يومي على شكل مكملات غذائية ضروري جدا أنه نحن نقرنه مع الماغنيزيوم لحتى ناخد الفائد الغذائية وما يصير في عندي هاي التشنجات فالماغنيزيوم بساعد على التخلص من التشنجات بالأخص للرياضيين لكبار السن اللي عم بيتعالجوا من الكالسيوم وما ننسى دوره الأساسي في إنتاجية الطاقة بالجسم أما بالنسبة لتأثيره على الملح فهو كله بفضل البوتاسيوم سوديوم بومبس اللي بتكون عندي بالجسم كلما نحن بناخد بوتاسيوم أكثر كلما أولا الكيلة بتقدر إنها تصرف السوديوم بطريقة أفضل فبنصير نتخلص من السوديوم من أجسامنا ثانيا كلما الجسم بصير يستخدم البوتاسيوم والسوديوم لإنتاج الطاقة بدل من رفع الملح أو رفع مستوى السوديوم بالجسم اللي بيأدي إلى ارتفاعات في ضغط الدم نعم هلأ إذن نحكي كمان الأشياء اللي موجود فيها البوتاسيوم غنية بالبوتاسيوم ولازم نكتر منها أوكي عندي التركيز لازم يكون على الموز لأنه بيحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم بالإضافة للمكسرات بجميع أنواعها المكسرات مصدر غني جدا للعديد من المعادن وبالأخص تركيزها على البوتاس البوتاس كمان موجود بكل الخضار الورقية الداكنة السبانخ البقلة كل أنواع الخضار الورقية الداكنة بتحتوي على نسب بوتاسيوم عالية لدي التركيز لازم يكون بشكل كتير كبير على أخذنا من الأسماك لأنهم يعطوني نسب جيد جدا من المعادن أيضا أما للأشخاص اللي بتحتاج طبعا مكملات غذائية فإحنا بنقدر نرجع للمكملات الغذائية على شكل يومي لحتى نقدر نستفيد من هاي المعادن نعم أدي ضروري كمان ندخل موضوع الألبان خلينا نحكي اللبن بشكل عام ومستقات الحليب إنه ندخلها على نظامنا الغذائي كمان بتعطيني نسب جيد جدا من المعادن ليلك وكمان بتحمي من مشاكل هشاشة العظام ولكن بطرق طبيعية إحنا دائما ننصح الأشخاص أنه نحنا ناخد ألف مليجرام أو ألف مليجرام من الكالسيوم على شكل يومي اللي بيعادل ثلاث حصص من الألبان والأجبان ولكن كبار السن السيدات ما بعد عمر الخمسين الرجال ما بعد عمر الستين إحنا منصير نحتاج إلى أربع حصص غذائية اللي بتعادل ألف وميتين مليجرام من الكالسيوم وكمان صغار السن تخيل إنهم بيحتاجوا ألف تقريبا مليجرام من الكالسيوم طبعا اليوم إحنا معانا زبادي اليوناني من المراعي اللي بيميز الزبادي اليوناني إنه بيحتوي على مستوى بروتين أعلى من اللبن العادي فالجريك يوغورت عادة بيكون فيه نسب بروتين أعلى اللي بتعطيني قيمة غذائية أكبر عنا نكهات متعددة في عنا فلاولة توت أزرق والمانغا وبصراحة طعمه لذيذ بالصيف ممكن يستبدل البوزة أو المأكولات اللي فيها نسب سكر عالية جدا لازم ننوه إنه بيحتوي على السكر فهو غير ملائم لحمية الكيتو للأشخاص اللي بتعمل كيتو دايت ولكن الغير منكه بيكون ملائم عادة إلهم وطبعا هو 100% حليب بقري طبيعي دون أي إضافات نعم إذن شكرا لوجودك معنا رند أديسي وشكرا لكل المعلومات اللي أدمت لنا إياها